السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي الكرام في هذا الفيديو سأعطيكم طريقة سهلة ومبسطة لتحضير الرغايف هذه الطريقة سهلة مقادير جدا بسيطة ونتيجة تكون رائعة ان شاء الله تتبعوا معي المقادير وطريقة تحضير مقادير الزلافة من الطحين فرس الزلافة من الفينو لا نقول لكم كيف حال بالجرام كيف يبقى لكم على حسب عدد الأشخاص الذين يريدون لهم هذه الوصفة ممكن اضعوا 200-250 جرام يعني 500 جرام سكيلو في الطوطال ممكن اضعوا كيلو يعني كيف يبقى لكم الاختيار انا اخذت هنا زلايف اللي هو مصغر لا يأخذوا ليش بساف تقريبا 1-200 جرام كنظن اللي غاياخد لي هادشي اللي حطيت هنا في الزلافة الزلافة من الطحين عندي معلقة صغيرة دي الملح عندي تقريبا 1-10 جرام دي الخميرة دي الخبز ماشي بساف خميرة دي الخبز كنستعملها باش كتليين لي العجينة ديالي كترطبها ومين كان طيب يعني ما كتجي ليش هادك العجينة اللي هي مطاطية كتلوه وغير بوحديتها بالعكس كتجي عجينة اللي هي مورقة وارطبها في نفس الوقت وكيجي لديد بزاف اهلو كيفما قلت هادو هوا المقادير ديال العجين مع الماء اللي هو دافي بطبيعة الحال باش كنجمع يعني غير باش كنجمع يعني غير باش كنجمع العجين ما تحللت هنا هنا يادرت تقريبا 1-450 ميليليتر ليدرت غنقول لكم فتاليش حال خدا معايا عندي الخليح اللي فرتته قطعتو هكدا صغاش يعني حاولت انني ما نخليش كبير باش ما يقطع ليش العجينة الكيميا كتبقى لكم على حسب كيفما قلت على حسب طحين الكيميا ديال الطحين اللي غا تستعملوا وعندي هنايا واحد نص زلافة تقريبا ديال الزيت وديك الزيت وشحمة اللي كيكون فيها الخليع ديالنا بغيتو يعني تنقصو هادك الحدة شنون قولو لها باش ما يجيكمش يعني تقيل بزاف فكنديرو كنديرو تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت العادية كنضيفوها الخالط وكننخفو يعني من الحدة ديال المذاق ديال الخليع ديالنا أنا شخصيا خليتو هكذا دوبت هادك الشحمة والزيت اللي كيكون في الخليع يعني حية الخليع قطعتو يعني صغار وذيك الشحمة والزيت ديالنا دوبتهم وهم اللي غا نستعملهم باش نورق الرغايف ديالي سافي هاده هاده هما المقادير كيف كتشوفو تبا ان شاء الله غنفوتو لطريقة التحضير بالنسبة لطريقة التحضير سهلة غن ناخد الماكينة غنحط فيها جميع المكونات مع بعضها غنحط السحين نزيد عليه الخليعة نزيد عليه الخليعة ونزيد عليه الخليعة الملح ونجمحهم بالماء كيثهما قلت يكون دافئ ااااااا..شنوخر ان العقور سافي سافي من بعد ما كنت تعجين عندي العجينة مزيان كيف كتشوفوا بالنسبة لما خدمت معي تقريبا 1-300 ميلي لتر دي الما اللي هو دافي الكمية دي الما كتبقى يعني على حسب الكمية دي الطحين اللي غتستعملوا يعني كتديروا عينكم ميزانكم كتبقوا وكتزيدوا حتى كتشوفوا العجينة جمعات لكم صافي وكتحبزوا سواء استعملتوا الماكينة او اللي خدمتوا ودلكتوها بيديكم العجينة كيف كتشوفو كنخليها هكدا لي هي ارتبة سافي غنحاول نفكها غناخد شوية من هادك يعني الزيت ديال الخليع وغندهن العجينة ديالي هكدا غناخد واحد الصينية فاش غنحط ندهنها شي شوية غناخد واحد الصينية فاش غنحط ندهنها شي شوية غناخدها وغنحاول نشكل كورات اللي هوما يعني صغار لحسب انتوما والقد اللي باغين تديروا غناخد نديرهم هكدا غناخد رغيفات غناخد شكل هادا غناخدهم في الصينية كنزيت كندهنهم زيان هكدا غنخليهم يرتاحوا شوية واحد المدة ديال يعني سبعة حتى العشرة دقايق هكدا باش كيترخف عندي العجينة ومن بعد نرجعوا باش نكملوا بقية المراحل من بعد ما ارتاح عندي العجين واحد المدة ديال 10 دقايق تقريبا دا بغنفوتو التوراق بالنسبة للتوراق كنحتاج له الزيت او لديك شحمة الزيت ديال الخليع كيف ما قلت ممكن تطيفو لها شوية الزيت العادية سبق لي وقلتها عندي هنا يا شوية ديال الفينو ماشي بثاف باش كننرش به هكدا على الرغايف وعندي الخليع اول حاجة غناخدهم هنا فوق هاد الخشبة غناخد شوية هكدا هنرس شوية ديال الفينو من الفوق ماشي بثاف ماشي بثاف ونقوم بثاف ونطوي بهذه الشكل هذا بهذه الشكل هذا كيف كتشوفو ونرجع نضعه في الصينية سوف يكبل هكدا بنفس العملية حتى كان سليم يقع الرغايف اللي عندي اخذ مقلة تقيلة ضروري من هذه النقطة اخذت هنا المسخر المقلة تكون تقيلة و تطيب المسم المزيان لا يوجد مشكلة اي مقلة بشرط ان القاعدة يكون تقيل لماذا ؟ ان المقلة تكون غير من نوع الخفيف العادية خفيفة هكذا يعني المسمن او الرغايف دينا يتحمروا من فوق بالحق الداخل يبقى وعد خضرين العجينة تبقى خضرة ومشي هدا هو اللي بغينو حنايا ندير المسخر على النار اللي هي متوسطة وكننا اخدو المسمن اللي ساوبنا غان نبدو باللولة اللي بديت بها وغان نحطها اول حاجة غان نرش شوية السيت هنا في هاد البلاصة غان نخدم غان ناخد المسمن هكذا كيف ما قلت غان نبدو باللولة اللي سايبنا غان نقرس هاشي شوية هكذا نرشو واحد شوية المقلة بالزيت ماشي بالساف شوية فاش كنحسو بالمقلة سخنت هادي عندي سخونة سافي كان ناخدو المسمن دينا وكنحطوه في المقلة هاكذا بهاد الشكل هادا كنخليوه يعني طيب على الجو يهبزوش ماشي بزاف مدة زوج ثلاثة دقائق كتكون كافية وكنحسو بها بالدتكة طيب كيف كتشوفو كتدير هاد الفقاعة هادو كناخد يعني شي حاجة وكنقلب مباشرة كنقلبها على الشيها الخرا باش كي يجينا مسمى اللي هو مفخ فخ كيف كتلاح تشوفو كيرا كي يطلع هاكذا غنخليوه حتى كي ياخدنا هاداك اللون المدهب وكنحسو بيه انه صافي طب كنحيدوه وكنديرو نفس العملية كنناخد النسمانة الثانية اللي درتها كنحطها في المقلة بنفس طريقة وكنستمر هاكذا حتى كنسالي قاع اللي عندي كتشوفو هاد النقطة هي مهم غير كي بدك يطلع هكذا كتعارفو انه مزيان وكنقلبوها مباشرة يعني بالنسبة للدهين ما يحتاج اننا ندهنوه درنا فيه زيت كافي غير هكذا كنبقى وكنقلبو فيه هو كيبقى كي يطلق هاداك الزيت ديالو ونحن يدرنا شي شوية في المقلة في اللول كيف ما شفته يعني كيكون كافي هاداك نبقى هكذا نقابله حتى كي يطيب كيف كتشوفو مبعد ما طابت عندي نسمان كنهزو وكنحطو واحد طبق جانبا كيف ما قلت كنكمل قع الرغايف اللي عندي واحد النقطة اللي هي مهمة ما بغيت نقولها لكم وهي الزيت يعني حاولوا انك كل مرة من تقلعوا واحدة تمسحوا لول هاداك الزيت هاتي فحالتي لكنتو غتستعملوا يعني مقلة اللي هي عادية انا بالنسبة لي المسخري لك تلاحظو راكي يمشي لدك الزيت هنا على الجناب وانا كان طيب هنا يعني ماشي مشكل بالحقيلة كنتو غتستعملوا مقلة اللي هي عادية فمن الاحسن انكو تديروا يعني كل مرة تمسحوا تاخدوا واحد الكاغط تمسحوا هاداك الزيت اللي يكون عن الجناب عاد كتتحطوا واحدة اخرى باش هاداك الزيت يعني ما كتتحرقش وكتتحمر لكم يعني المسم من هكذا من الفوق وكيعطي واحد لا كولور اللي ماشي زوينا وحتى هاداك الزيت محروقها كتعطي واحد الماداق بالنسبة لي كيف ما قلت انا كيمشي لي هنا على الجناب يعني ما عنديش مشكل بالحق حاولوا تاخدوا هاد النقطة في عين الاعتبار انسيت انا نقولها لكم في الول من بعد ما كان سالي من طيب ديار الرغيف ديالي فكيتشوفوا كيكون هادا هو شكل نهائي ديالهم كيكونوا رائعين بالنسبة للداخل ديالهم انا فتحت هكذا باش تشوفوا كيف كي يجيوا مفخخين وكي يجيوا مورقين يعني نتيجة اللي هي فعلا رائعة ان شاء الله غتجربوا هاد الوصفة ومتأكدة غتعجب لكم شكرا بزاف على حسن المتابعة وعلى التشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كنحاول بقدر الامكان انني نرد على جميع التعليقات اي استفسارات او لا يعني وصفة من الوصفات بغيتوها فان شاء الله قولوا لي عليها شنو هي وانا غا نحاول انني نطبقها لكم وتشاركوني تجربة ديالكم في الوصفات شكرا على حسن المتابعة ما تنسوش اشتراك معايا في القناة الى وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة